نواصل إن شاء الله تعالى إذن اليوم في الحديث عن فضح الأسرة والحصص الماضية كلها تقريباً نعم تنولنا فيها الخطبة كإجراء تمهيدي لعقد الزواج عضفنا الخطبة ذكرنا أيضاً حكمها ومشروعيتها توقفنا الحصة الماضية بأنواع الخطبة باعتبار اللفظ المستعمل فيه قلنا إن الكتبة إما أن يستعمل فيها الخاطر أو من ينوبه لفظاً يكون صريحاً في طلب النكاح والزواج أو أنه يستعمل لفظاً يحتمل طلب الزواج وغيره لحيث يحتملوا هذا ويحتملوا هذا إلا أن رسال الحاج يدل على أنهم يريدوا الزواج وهذا الصنوم هذا اللفظ المعرض أو اللفظ بالتعريض أو اللفظ بالتلميح وأي رجالي تعمل ما مطلقة على الهند بالفرق ليس بكم اليوم تشويشوا نعم سما رفعنا السوق حتى تشويشوا نعم لما يلاحظ أيضاً الغياب اليوم هناك ذياب قاعة تخرى رأي صارغة والقاعة هذه تكاتفة فإذا كان كل محاضرة سوف نلاحظ الغياباً جديداً والقاعة للأسداد صغر يلقى أمام نصف فهذا بالنسبة لإنسان الخطبة قلت من حيث طفل المستعمد فإما أن يكون هذا الطفل صريحاً في إفادة طلب الزواج أو أن يكون يحتمل طلب الزواج ويحتمل غيره إلا أن لسان الحال يدل على أن طالباً أولاً متكلمة إلا ما يطلب الزواج ولذلك تنقسم وفق هذا الاتبار كما أسلفت في المحاضرة الماضية والتي قبلها إلى قسمين خطبة تصريحية أو تسمى الخطبة بالتصريح وخطبة تعريضية أو تلميهية وكذلك يطلق عليها الخطبة بالتعريض أو الخطبة بالتلميه طبعاً ولكل نوع من هذه الأنفاع أحواله وأوقاته التي يجوز فيه لذلك نقرر أولاً أن العلماء اتفقوا في موابع خطأ اتفقوا في موابع واختلفوا في موابع يعني بالنسبة للخطبة اتفقوا على أن المرأة التي لا يكون بها مانع من موانع الشرعية للزواج بها يجوز خطبتها تصريحاً وتلميها قالوا أن المرأة التي لا يمنع من الزواج بها مانع بحيث يمكن للرجل أن يعقد عليها في الحال وهذه المرأة التي يجوز له أو يقدر يعقد عليها في الحال هي المرأة التي لا تكون بها موانع مؤبدة ولا موانع مؤقتة ولا تكون مخطوبة للغير ولا تكون يعني مشهولة بحق زوج أخر المحرمات بالتأبيد معروفة بس نعود إليها في الزواج المحرمات بالتأبيد هناك المحرمات بالنسب وهنا سبع نساء ذكرت في سورة النساء وهناك يقاس عليهم سبع حفريات بالرضاء لقول النبي صلى إنما يحرم بالرضاء إما يحرم بالنسب والمحرمات بالنسب معروفة لديك نعم، أحرّنت عليكم أمّاتكم وبناتكم وعشراتكم وخالاتكم وبناتهم الأفيرة وبنات ال vielä أُخر يعني ذكر السبعة ويقاص عليهم سبعة من الرضاء يقاص على الأم الأمن من الرضاء على البنت البنة من الرضاء وعلى الؤخت الخذ من الرضاء والعمن وعلم من الرضاء وبنت الاسخ وato يعني ان شخصه فهؤلünde أي محرمات التأبيد. لا يجوز له خطبات الهنة لانه لا يجوز له ان يعقد عليه. وكذلك المحرمات على التأقيد. المحرمات على التأقيد مثلا المرأة مشغولة بحق زوج الآخر المرأة المتزوجة لا يجوز خطبتها لان في هذا اعتداء على الزوج على زوجها. ولذلك قلت لكم في الحصة الماضية المحاضرة الماضية. قلنا وقال الفطهاء بتحرين تحرين دفع المرأة الى طلب الطلاق من زوجها. وهذا سماه مثلا صلبنا التخبيف. قال ليس منا ان خطب غرأة على زوجها ولا عقد على السيدين. معني التخبيف هو انه يحرض المرأة على طلب الثلاغ من زوجها ليتزوجها. فاذا حرضها على طلب الزواج ثم عقد عليها بعد ذلك فالعقد باطل والزواج باطل. فالعقد باطل والزواج باطل لماذا dennه فني على باطل. ولذلك حرم الاسلام هذا فيحرم خطبة المرأة المتزوجة لأن في هذا يعني اعتبار على حق الزوج الأول ولأنه لو خطبها لكانها مشجعا لها على طلب الطلاب وتهديم الأسرة وهذا حرمه ديننا الإسلام وبالتالي فالمرأة التي تجسر خطبة هي المرأة التي لا يمنع من الزواج بها في الحال معنى فإن كان هناك معنى من يمنع من الزواج بها كانت تكون متزوجة أو تكون معتدة أو تكون محربة بحج أو عمر أو تكون مختا لزوجته التي طلقها طلاقا رجعيا أو تكون مثلا الأمرأة لا يمنع منها مالح ولكنه عندها مثلا الأربعة وطلق إحدهن طلاقا رجعيا في كل هذه الحالات لا يجوز له خطبة هذه المرأة لعدم إمكان العهد عليها في التوئي أو في الحال ولذن الخطبة المرأة التي لا يمنع من الزواج منها مالح يجوز خطبتها تصريحا ويجوز خطبتها ماذا؟ تلميحا هذا باتفاق جميع أهل العلم على أن المرأة التي لا يمنع من الزواج منها في الحال أن يمانع يجوز خطبتها تصريحا وتلميحا بقي الآن الإشكال في المرأة المعتدة المرأة التي تكون في العدة هنا وقع إشكال اتفقوا على المقدار واختلفوا في مقدار الأف اتفقوا على أن المرأة المعتدة من وفاة يجوز خطبتها بالتعريض لا بالتصريح يعني جميع الفقهاء اتفقوا على أن المرأة معتزة من الوفاة يجوز في البطرة ليس بالتصريح لماذا ليس بالتصريح؟ لأن هذه المرأة لو صرح لها بالفقبة كأن يأتي مثلا ويستعمل معها لفظا صريحا في الزواج فهذا ربما قد يجعلها تستعجل وتخرج من العدة فتدعي أن العدة قد انتهت وفي هذا أيضا قد يكون السبب أيضا في أنها تؤدي لاختلاف الأنساء كانت تكون حاملة فتستعجل ولا تخبر بذلك إلى غير ذلك كما أن فيها اعتداء على الميت واعتداء على أهمل لأن هذه المرأة لو أخبرت صراحة للزواج ربما هذا يحملها على ترك الإحداث والتزين أي ترك الإحداث وهو الحزن على زوجها الفقيد والتزين وإظهار الزينة استعدادا للخطار وهذا طبعا يجعلها تحتدي على الحكمة التي من أجلها شرعت عدة متوفعة لزوجها وهي إظهار الإحداث والحزن والوفاء لزوجها ومشاركة أهل الزوجين في هذا المصح لذلك لا يجوز التفريح ويجوز التلميح لمطأ المتوفعة لزوجها لماذا؟ لأن التعريض لا يجعلها نستيخن بطلب الزواج فلا يحملها ذلك على الاستعجال في العدة كما أنها أيضا ليست ذات زوج لأن الزوجية قد قطعت بالوفاة فليس هناك زوج حتى يحدث الشجار أو النقاش بينه وبين الخاطئ إذن قطعت الزوجية بالوفاة ومن ثم يجوز التعريض كما أن في التعريض لمرأة المحتدة من الوفاة أيضا فيه أمن جليل من نسبة لهذه المرأة بأنها قد تتح لها فرصة الزواج بعد العدة مرة أخرى لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني تكلم عن موضوع المرأة المحتدة من الوفاة فقالوا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجك يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالنعرف والله إلا تعبرونه فميثم قال فاتفق الفقهاء على أن هذا الكلام يخص المرأة المتوفى عن أزوجها أنهم يجوزوا التعريض لها بماذا؟ بالخدوة خلافا لغيرها لذلك اتفقوا على أن المرأة المتوفى عن أزوجها يجوز التعريض لها بالخدوة والتعريض كما في الصناع يقلنا كأن يقول كلام أن يحتملوا معنى طلب التزويج ويحتملوا معنى غيرها كان يقول مثلا يعني يقول أنه يريد التزويج أو يريد الزواج أو أنه مثلا بها معجة أو مثلا إن يقدر الله أمرا يكون أو مثلا إن الله سأكون إليك رزقا أو غير ذلك من الكلام الذي يحتمله أكد أو يحتمله أكد ولا يصرح لأن التصريح لا يجوز بهذه الحالة وكما يمكنه أن يعرض بالقول يمكنه أن يعرض بالفعل فقالوا يمكن أن يهدي لها فتكون الهدية تعريضا لها بالخدوة كأن يقدر لها هدية فهذه الهدية ليست تصريحا لطلب الزواج وإنما هي تفتفى من المرأة أن اهتمامه بها دليل على الموتة ودليل على الإعجاب وهذا فيه رسالة لأنه ينوي خطتها بعد أخروجها من العبنة هذا بالنسبة إذن التعريض قد يكون قوليا وقد يكون فعليا عن طريق ماذا؟ عن طريق التهادي هذا بالنسبة للتعريض ودليلة من القرآن الكبير واتفق الرلمان عليه على أن المرأة المعتددة من وفاة يجوز ماذا؟ خطبتها تعريضا كأن يقول إن الله تعالى سارق إليك خيرا كأن يقول لها أنت نافقة ما معنى نافقة؟ ها نقول السلعة نافقة وعكس السلعة كاسبة السلعة نافقة هي فتت وبح وتنشي والسلعة الكاسبة هي ما يقر عنها بالبائرة يعني أنك عندما تأتي في عدة الوفاعة تقول أنت نافقة معنى أنك ألف من يتمناك وألف من يطلبك هذه رسالة لهذه المرأة لأنه ينمح إلى الزواج بها بعد خروجها من عدتها إلى غير ذلك من ألفاظ التعريض ووقع الاختلاف بين الفقهاء في بعض الألفاظ بعضهم يراها تعريضا بعضهم يراها ماذا؟ يعني تصريحا فيختلفوا لا لا تقول هذا لأن هذا نوع من التصريح ولذلك ذكرت لكم يعني أن التعريض فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فعله بعض العلماء يذكرون يعني قصة هذا أحد آل البيت نعم وهو من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عرض لامرأة بخطبتها نعم وهو أبو جعفر اسمه أبو جعفر هذا علي أبو جعفر محمد بن علي الباقر وهو من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا عالي من فقيها فدخل على سكينة هذه سكينة توفي زوجها وهي امرأة مشهورة في العرب قالت فدخل علي أبو جعفر محمد بن علي الباقر ولم تنقضي عدتي من مهلك زوجي لما مات زوجها وكانت في فترة العدة دخل علي هذا الرجل الفقيه العالم وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفقهاء فدخل وقال طبعا بعد أن سلم علي قال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تعرفين مكانتي وقرابتي من ربي صلى الله عليه وسلم وأقرب لعلي إدم أبي طالب وتعرفين موضعي من العرب أي مكانتي بين العرب فقالت المرأة المرأة هنا هذا الكلام فاهمت منه المرأة يخطبوا فقالت له غفر الله لك يا أبا جعفر دعم غفر الله لك دعاء غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عليك أنت رجل عالم يأخذ عنك الناس الفقه ويأخذون منك الفتاة وراحكان الشرعية قال إنك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي يعني إذا أنت تخطبني في عدتي وتعلم أن الخطبة صريحة محرمة لا يجبني مرأة أجل وتخطبني في عدتي ماذا قال هو قال إنما أخبرتك بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عدو إنما ما فضبتك وإنما ماذا يعني هذا النساء يضرب في كل كتب الفقه عن التنميح للأبي للأبي الخطبة يعني يعطيها كلاما بحيث يحتمل طلب الزواج ويحتمل غيره بحيث مما يقول له على أنه تعريح هي ثانية منه طلب الزواج ولكن ما هو استطاع أن يتنصل منه بأفسط عبارة بحيث تنصل من هذا الكلام حتى لا ينقلب من التعريض إلى ماذا إلى التصريح جيد فهذا يدل على مشروعية التعريض مع المرأة التي تكون معتدة من عدة الوفاة نعم عندنا حكم التعريض للخطبة أو بالخطبة للمرأة المعتدة هنا نأفذ أنواع العدد وحكم التعريض بالخطبة لكل نولي من هذه الوفاة لأن عندك العدة عندك المرأة المعتدة من وفاة نقول عنها معتدة وعندما المرأة المعتدة من طلاق رجل نقول عنها معتدة وعندما المرأة المعتدة من طلاق باهم بالاسمين لأن الباهم قد يكون باهم بيون صغر وقد يكون باهم بيون كبر الباهم بيون صغر هو الذي يستطيع الرجل معه إرجاع زوجته إلى حسمته بعد ماذا؟ بموافقتها وبعقد جديد وبمهر الجديد هذا سموه بيونة صغر أما البائم بيونة كبرى فهو الطلاق الذي لا يستطيع أن يرجع زوجته إلى عصمته إلا بعد أن تنكح غيره نكاحاً صحيحاً كاملاً يتم فيه الدخول ثم يتوفى هذا الزوج الجديد أو يطلقها وتخرج من عدتها فإذا حدث ذلك سميناهم طلاق البائم بيونة كبرى وقد يكون الطلاق أيضاً أو تكون مرأة معتدة من نكاح بشبه قد تكون المرأة معتدة من نكاح بشبه أو تكون مثلاً مرأة معتدة مثلاً من حالة اغتصاب مثلاً أو نسموها مثلاً بحالة المستبرع التي تستبرع حتى نتأكل من براءة رحمها وغير ذلك من الحالات كل هذه الحالات كذلك المعتدة من خلع هذه كلها عهد ما حكم التعريض أو التصريح بالخطبة بالمرأة في هذه العهد كلها اتفق العلماء على أن المرأة التي تجود خطبتها هي المرأة التي طبعاً لم يقع أو لم يكن بها معنى ويمنعوا من الزواج منها في الحال هذه المرأة التي يجوز ماذا؟ خطبتها واتفقوا على أن هذه المرأة يجوز خطبتها تصريحاً وتعريضاً أما المرأة المعتدة فقد اتفقوا فقط على جواز التعريض على المرأة ماذا؟ المعتدة من وفات اتفقوا على جواز التعريض مع المرأة المعتدة من وفات أما غيرها فقد وضع فيها احتلاف يعني اختلفوا في بعض العدد المرأة عندما تكون معتدة مثلا من طلاق بائل من طلاق كذا فيها أيضا احتلاف وفي هذا الجانب اتفقوا على تحريم خطبة المرأة المعتدة رجعيا سواء كانت هذه خطبة تصريحية أو خطبة ماذا تعريضية المرأة المعتدة من طلاق رجعيا لماذا قالوا إن التعريض معها لا يجوز والتصريح لا يجوز جيد لأنهم اعتبروها في حكم متزوجة بل إما الزوجية ما زالت قائمة طيلة مفت عدد الدليل على ذلك طول قام الزوجين عندما تكلم عن المرأة المعتدة عندما تكلم عن المرأة المعتدة من طلاق رجعي قال وبعولتهن حق لهم بماذا برد بهن في ذلك شمعي من كل رفع سبحانه وتعالى وبعولتهم وصف مطلقها بأنه ماذا بأنه بالزوج الله معنى هذا القرآن قالوا الزوجية ما زالت قائمة حتى تخرج من عدتها بل إن الزوج يمكنه أن يرد زوجته إلى عزمته في فترة عدة الرجعية دون الحاجة إلى رضاها ودون الحاجة إلى عقد ودون الحاجة إلى وليه هذا معنى أنه ما زالت في عزمته ولذلك لو أن أحدا تقدم إلى المرأة المعتدة رجعية وخطبها تصريحا أو خطبها تلميحا لكان ماذا معتد على حق الزوج الأور وهذا سيكون بينه بين الزوج الأول اعتداء لأنه اعتداله وهذه تعتبر في حكم زوجته ويفسد عليه لأنه يمكن أن يردها في أي وقت ولعل هذا يدفع المرأة إلى عدم قبول في الرجوع إلى زوجها الأول ويفسجعها على النشوذ وعلى طلب الطلاب وغير ذلك لذلك حرمه العلماء تحريما وعبا وقال بتحريم خطبة المرأة المعتدة الرجعية سواء كانت هذه خطبة تنبيحا أو كانت تعريدا هذا بنسبة للخطبة للمرأة المعتدة الرجعية أما الحالة الثانية وهي المعتدة طبعا من وفاة وقد تكلمنا عليه المعتدة من وفاة كنا يجوز مال التعريض ولا يجوز التصريح والدليل عليه واضح في القرآن الكريم نعم عندنا الآن أيضا ممكن نأخذ الدليل على مسألة التعريض في حالة الوفاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أبو سلم رضي الله عنه في الغزوة ودخل عليها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحبارة لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وموبعي في قومه لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة أي أن الله اختار لهذه المسالة فهو أفضل خلق صلى الله عليه وسلم وموبعي من قومه فكانت هذه خطبة تعريض من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل التعريض مع أم سلم التي صارت بعد ذلك فأما للمؤمنين وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من جواز التعريض لمرأة المعتدة من وفاة ما هي الحكمة؟ ذكرت لكم أن الزوجية قريب قطعت في الوفاة الزوجية قطعت وأمل في وجهها لوفاة الزوج إذن لا يقع الإشكال بينه ليس هناك زوج يقع الإشكال بينه وبين من يعرض بالخطبة لأنه متوفر هذا إذن هذا السبب الأول أو يحكمه لك الحكمة الثانية لأن في التعريض أرزائهم لهذه المرأة تكون هذه المرأة منكسلة الخاطر لأنها فقدت زوجها وفقدت كاسبها فيأتي هذا ويعرضها بالخطبة هذا سيعطيها دفعة من أمن بأنه قد يكون لها زوجان كريما في المستقبل وغير ذلك ومن والتصريح لماذا؟ مدام الزوج أو الزوجية غير قائمة ومدام هذه المرأة في عبدة وفاة والعبدة معروفة بالأشهر لا يمكنه أن تنقصها منها فلماذا نمنع عنها التصريح؟ ناقش الفقائها هذا؟ قالوا لماذا نمنع عنها التصريح؟ قالوا لأن منع التصريح لماذا؟ لأن لو صرع لها بالخطبة إذا كان هذا ربما سببا في ثبتها الحداد مش مال الحداد؟ إظهاره إظهار الحزن والتفجع على فقد زوجها فربما هذا يجعلها تترك الحداد ويحملها ربما على التزين والتزين حراما عليها في فترة العبدة أربعة أشهر وعشرة أيام بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحزن أو فلا يحدى فوق ثلاثة أيام إلا رأة على دعن أربعة أشهر وعشرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبيه لأي مخلوق بأن يحزن أو يحدى على مدد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة فأوجب عليها الشر أن تظهر الحداد والحذن أربعة أشهر وعشرة أيام لو صرح لها بالخطبة ربما هذا يكون دافعاً لها في ترك الحدادة واستعمال الزينة ولا شك أن هذا يثير غضباً غضب أولياء الزوج نعم الميت الآن عن معتدة بالطلاق بائن نتكلم عن معتدة بالطلاق بائن هل يجوز خطبتها بتصريحاً لا يجوز خطبتها تصريحاً لا يجوز لأن في خطبتها بالتصريح أنها هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقاً بائناً وقد يكون الطلاق بائناً بينونا صغرى وقد يكون بائناً بينونا كبرى قالوا التصريح لا يجوز لأن هذه المرأة في غالب الأحيان تكون عدةها بالأقراء على خلاف في مدلول الأقراء بين المالكية وبين الحنفية المالكية قالوا أن الأقراء هي الأطراف والحنفية قالوا أن الأقراء هي الحيضات وفي الغالب أن الحيضات أو الأقراء تصدق فيها المرأة فالمرأة عند التخاصب والتقاضي لو ادعت أمام القاضي لأنها قد انتهت من عدتها لأنها رأت الحيضة ثلاث مرات أو رأت الظهر ثلاث مرات فإنها تصدق يصدقها القاضي وبالتاني يعني المرأة المطلقة طلاقاً بائناً لو أنها ادعت لأنها خامت وادعت لأن عدة قد انتهت فإن الأمر سيُعرد على القاضي والقاضي طبعاً سيصدق ولأن هذا الأمر خفي والقول فيه قول ولا قول غيرها وبالتاني يصدقوا فيكم في هذا خيادة وإنهاء بالعدة قبل أجلها والسبب هو التصريح بالخطبة لذلك ما كان ذريعة إلى الحرام ينضغي سده فحرم عليه العلماء التصريح بالخطبة للمرأة المعتدين إضافة إلا أنه لو صرح على هذه الخطبة وهي في الفترة العدة لطلاق بائنا أن هذا سيثير ماذا أسباب الشقاق والعداوة بينهم وبين مطلقهم لذلك حرم الإسلام التصريح بقي الآن التعريث هل يجب التعريث بالنسبة للمرأة المعتدة من طلاق بائنا العلماء قصوا المرأة المعتدة من طلاق بائنا عندي المرأة المعتدة من طلاق بائنا بيننا كبرى وعندنا المرأة المعتدة من طلاق بائنا بيننا صغر وأنتم الآن تبركون الفرق بالنسبة للمرأة المعتدة من طلاق بائنا بيننا كبرى ماذا يلاحظ؟ يلاحظ الزوجية ما زالت قائمة وغير قارنة غير قارنة يعني زوجها زوجها الذي قلقها بالثلاث هل يجوز له إن رأى أن يردها هل يستطيع أن يردها؟ لا هم يجمانع شر ما هو المانع؟ اضطر الله عز وجل في صورة البقرة فإن طلقها أي لمرأة الثالثة لأن الصياق اختلف مرة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكه زوجها خير إذن هناك مانع من رجوعها إليه وهو مانع شرعي فعندما يتقدم هذا الخاطب لي عبر ذهاب الخطبة ليس هو المانع في رجوعها إلى زوجها الأول وإنما المانع مانع آخر وإذا لا شك أنهم يجعل أسباب الشخاء بين الخاطب بالتعريف وبين الزوج المطلق طلاقاً بالثلاث أو غيرها يكون أسباب الخلاف ضعيفة لا تكون موجودة وبالتالي جوّز العلماء أقول جمهور العلماء جوّزوا لماذا؟ خطبة المرأة المطلقة بالطلاق بائنا بيونة كبرى جوّزوا خطبتها بالتعريف أولاً لأن الزوجية قد قد انتهت بهذا الطلاق المحرم ثم قياساً على من؟ قياساً على المرأة المتوفّة عنها زوجه فقالوا الدليل هو دليل القياس وكذلك الدليل العقلي والملكية عمّموا قول الله سبحانه وتعالى يعني إن قال ربنا سبحانه وتعالى ولا جناها عليكم فيما عرضتوا به من خطبتي كلمة النساء الاستغلاقية تفيد العموم فالملكية عمّموا هنا النساء فقالوا كل مرأة معتدة إلا المرأة المعتدة الرجلية طبعاً ألي خارج من الكلام فكل مرأة معتدة من طلاق بائنا يجوز ماذا؟ خطبتها لأن كلمة النساء كلمة ماذا؟ كلمة عامة هذا بالنسبة للمرأة المعتدة من طلاق بائنا بيونة كبرى فقال الجمهور من الشافعين والحناب والملكية بجواز خطبتها خطبة ماذا؟ تعريض أما الحنفية فقالوا ماذا؟ قالوا لا يجوز خطبتها خطبة المرأة المعتدة لطلاق بائنا سواء كان هذا الطلاق بائنا بيونة صغرى أو بائنا بيونة ماذا؟ كبرى لأن الخطبة التعريضية إنما جاءت في المتوفى عنها زوجها فيقتصروا عليها الحنفية قالوا جبت الخطبة ولا جناح عليكم فيما عبرتم به من خطبة النساء قالوا السياحة الآية اللي قبل هذه الآية تدلوا على أنها من المتوفى عنها زوجها قالوا فيجوز خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها استثناءا ويبقى المنعه على الأصل فقالوا لا يجد خطبة المرأة المطلقة طلاقا بائنا سواء كانت بيونة صغرى أو بيونة كبرى هذا رأي الحنفية أما الجمهور فجوزوه قياسا بالنسبة للمرأة المعتدة من طلاق بائنا بيونة كبرى قياسا على المرأة المتوفى عنها زوجها ولأن الزوجية ماذا؟ قد امتهت ولأن أسباب الشجار بين الزوج بين المطلط وبين الخاطبي غير موجودة لوجود مانع آخر شرعي وهو تحريم هذه المرأة عليه زيت بالنسبة الآن للمرأة المعتدة من طلاق بائن بينونا صغرى البائن بينونا كبرى قولنا يحرم التصويح ويجوز ماذا؟ التعريف قياسا على المتوفى عنها زوجها لأن الزوجية قد امتهت ولأنها سبب الشقق غير موجودة لوجود مانع آخر أما الآن المعتدة في طلاق البائن بينونا صغرى المالكية وكذلك الشافعية والحنابية بنفس الأدلة السابقة قالوا يجوز التعريض لها بماذا؟ بالخطبة أما الحنافية فقالوا لا يجوز لأن هذه المرأة المطلقة طلاقا بائن بينونا صغرى يمكن لزوجها أن يردها أن يردها إذا شاء ولكن بموافقتها وبعقد ومهر جميبين ودخول هذا الخاطب في العدة يعني يخذبها بالتعريض فقد يكون هذا سببا في منع وجوعها إلى من؟ إلى زوجها الأول وهذا يكون مصار جدال ونقاش بينها وبين مطلقها والإسلام يحسن مادة الخلاف والشقاق فقالوا لا يجوز لأن فيها اتزاع على ماذا؟ الزوجية كما أن الإسلام يحرص على بقاء هذه في الأسرة قائمة أو بقاء الزوجية قائمة ولا شك في الدخول الخاطب قد يكون مدافعا للفرقة بين الزوجين فمنعه الأحناف وهذا من ضأي الأحناف رجح الدكتور مرحون محمد محدر في كتابة خطة والزواج بين الشريعة والبانون رجح هذا الرأي كيف رجحه؟ قال لو ندرس المصالح والمفاسق قال سوف نجح أن المفروض أن رأي الحلفية قال هو الأصوب قال لأن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى يبقى أمن الزوج قائم لأنه يمكن ماذا؟ أن يرد زوجته بعقد وبمهن جديد وبموفقتها لكن عندما يتدخر هذا الخاطب سيصعب أمر ماذا؟ أمر رجوعها إليه وقد يشجع المرأة على رفض هذا الزوج فيكون ذلك سببا للشحناء والنقاش بين الأزواج فرجحه رأي الحنفية وخالف مذهبه المالكي وكذلك مذهب الجمهود نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم أنه استعمل التعريض مع المطلقة ثلاثة فاطمة بن القيس عندما قال إذا أعلنت فأذنيني أو فآذنيني فكلمة فآذنيني فيها تنميح إلى أنه يريد أن يخذبها له أو لغيره بعد فروجها من عدتها بعض أحكام الخطبة إذا ما يكونش إشكال الآن في الخطبة التصريحية والتعريضية متى يجوز التعريض ومتى لا يجوز متى يجوز التصريح ومتى لا يجوز إذا ما بيش إشكاله نروح إلى بعض أحكام الخطبة نعم نعم لا لا ما سمعت هيا إذا خرجت من عدتها نعم إذا خرجت من عدتها لكس هنا كمان من التصريح تقصد المطلقة أولى نعم يعني هذا الرجل زميل قبولي إذا طلق الرجل وزوجته لمرأة أولى في حياته يقولنا هذا الطلاق جسمه طلاق رجلي في أثناء العدة يمكن لهذا الرجل أن يرفع زوجته لعسمته متى شاء إما بالقول أو بالفعل يعني نعم بدون زواج يعني في فترة العدة ربك الوب عولتهن أحق بردهن في ذلك أي مراد يصبع الزوج أحق بزوجته لو أنها لو أنها رفضت الرجوع لكانت ناشزة وانظر أنت الأحاديث التي جاءت في عقوبة الناشز لو أن رجل المراد الفقر أصلا هو الشريعة الإسلامية جعلت الطلاق الأول رجلي من أجل أن تبقى دوسره حتى لا يقع الطلاق لأن الطلاق مردهن أبغض الحلال إلى الله الطلاق الشريعة لا تؤيده وبالثاني في الطلاق الطلاق الأولى جعلتها رجلي يمكن للزوج أن يرد زوجته إلى عسمته دون الحاجة إلى عقده ولا مارك ولا موفقته ولا وليمه يقول أرجعتك أو أنه يعاملها كما تعامل الزوجة فيعتبر ماذا إرجاعه بقى بنية إرجاعية لو أنه اقترب إليه الطوان الشرعي بنية إرجاعية لرجعت حتى أقولهم يكلمون هذا بالنسبة لإرجاعية في فترة الرجلي ثم أن المرأة المطلقة رجليا لا تخرج من بيت الزوجين تبقى في بيت الزوجين والذي ينفق عليها هو الزوج فتبقى هذه المرأة يراها ينظر إليها يكلمون تكلمون وهذا حتى حتى يكون سبباً قوياً في رجوعه إليه فأثناء الطلاق الرجلي لا يجد خدمتها لأنه اختار على الزوج أما إذا خرجت من عدتها صار زوجها وضقية الرجال على قدم السوا يتقدمون إليها وتختار إن قبلت أو رفقت وبمعنى الجديد وعبد الجديد ووليها وموافقتها وغير ذلك فإذا خرجت من عدتها يجوز خطبته وخطبة تصريحية لأي رجل نعم أي رجل ما في معنى نحن نتكلم في أثناء عدة عن التعريف نعم 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 المفروض أن المرأة إذا قلت طلقة طلاقة الرجلية للمرأة كولة تبقى في بيت زوجها لا تخرج وفي حكم مثلا نحن شطن المناقل تصر عدة في حكم الإجد ذلك نعم حتما يعني قطعا لمادة الخلاف خصم الله أن هذه المرأة هامة فعندما تبقى في البيت فهذا يقوي ثقة بهذه المرأة لمن تحمل أما لو خرجت فهذا قد يحتاج إلى الشك والضنوب فلذلك المفروض أنها تبقى في بيته وينفق عليها النفق واجب عليه أيضا ويتعامل معها وكأنها ما زالت في عصماتها هل من هناك السؤال قبل أن نذهب الأحكام الخير لا نعم نعم يجوه ذلو أن يكلمها بل هو الذي ينفق عليها قالوا لكن لا يجوه ذلو أن يؤكلها من يجلس معها في الأكل والشراب والنون وكذا حتى كان سيدنا عبدالطهر العمر لما طلق زوجته طلاقا رجعيا وعندها باب جهة المسجد كان هو يذهب خلف الباب حتى لا يضطر إلى الدخول لكن تبقى في بيته وتحت عميره وينفق عليها ويرى أولاده ويشرف عليها هذا لأنه أدعى للرجل هذا لأنه سيشجعه على الرجل والبغط نعم نعم من الذي يخدمها بالتعريق من الذي يخدمها بالتعريق لا يخدمها بالتعريق نعم 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 هم الحناف الحنفية قالوا لا يجوز خطبة المرأة المطلقة طلاقا بائنا بالتعريق لماذا؟ قالوا بأن التعريق يقتضي اللقاء حتى يبقاها ويعرضها يقتضي اللقاء قالوا المرأة المتوفة عنها زوجها في الأسرح المرأة المتوفة عنها زوجها تلبس لباسها الشرعي تخرج من بيتها في النهار ويأويها البيت في آخر النهار يعني مرأة الميت زوجها تستطيع أن تخرج من البيت في النهار لكن لا تغرب عليها الشمس إلا وهي في بيتها الذي توفي فيه ويقولك عندما تخرجها معلمة تخرج تمارس تعليم فلاحة تسقي أرضها في هذا الوقت يستطيع أن يلقاها ويلمح لها ويعرض لها فقالوا هذا جائز مع المتوفة عنها زوجها أمن مطلق طلاق أمبائنا والأصل أن تكون أين في بيت الزوجية ومن يستطيع أن يصل إلى بيت الزوجية فقالوا أنتم يا جمهور تقولون بجواز التعليم بالخطبة لكنها في الواقع غير موجودة من أن لو أن يجدها حتى يعالج معها بالخطة والتعليم يقتضي أن يكون معها لوحده وهذا الأمر لا يكون مع المعتدة من طلاق ولكن يكون مع المعتدة من وفاة نعم إذا ما في السؤال هذا بالأحكام نعم المعتدة من طلاق لا تخرج لا تخرج من بيت الزوجية وبالتالي لايتها هي أولئة يخطفها أو يعرض لها بالخطبة عندنا وإن كنت أشرت إلى هذا في المحاضرة الماضية مسألة يطرح حقها مسألة عندما يوكل رجل رجلا ليخطب له ويذهب هذا الخاطب إلى الخطبة فيبدو له هو أيضا أن يخطب المرأة التي يرسل لحبته يقعها صح وقد وقع في تاريخ الإسلامي الرجل يرسله فلان من الناس ليخطب له مرأة من بني فلان مثلا فعندما يدى عندما يدى هذا الوكيل ليخطب للرجل الذي أرسله يتبين له أو يتراء له أنهم أيضا يريد أن يخطبها لنفسه ما هو الضابط الشرعي في هذه المسألة؟ قال الفقهاء الضابط الشرعي أن يخطب لمن أرسله أولا ثم يجوث له ماذا؟ أن يخطبه لنفسه وقد فعنا سيدنا عمر بن خطاب لن يدعى عنه قصة عجيبة جدا لكنها موجودة عمر بن خطاب أرسله منه؟ طلب منه مروان ابن الحكم إن يخطب له وطلب منه عبدالله بن جليل البجل الصحابي أن يخطب له وطلب منه ابنه عبدالله أن يخطب له ثلاثة ارسله الي منعقت الوحي فكان الذي أرسله في أول هو جاء عبدالله بن جليل البجل الصحابي والذي أرسله الثاني هو التابع مروان ابنه عبد المني والثالث ابنه عبدالله بن عمر ورصحا فذهب هذا الرجل سيد عمر� denying خطاب Fans وطبعا يبدو انهم هذه الكسة وقعت في خلافة عمر بن خطاب. لما كان عمر خليفة. سأكتشف هذا ما خلال الكسة. فدخل عليها عمر. على هذه المرة. فسلم. طبعا. سلم وعندهم هما يستحبوا في الخطبة خطبة. يستحبوا في الخطبة خطبة. والخطبة هنا يكون فيها يعني الحمد لله والثناء عليه والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ما نفعل الآن في حرقات العقود. فسيدنا عمر بن خطاب حمد الله تعالى واثنى عليه وصل على نبي صلى الله عليه وسلم ثم قال. قال يخاطب المرح. ان جرير ابن عبدالله البشر. شوف سيدنا عمر امانة ما شاء الله. قال ان جرير ابن عبدالله البشر يخطب فلان. يخطب فلان. يبدو ان الكلام لم يكن مباشر. لانه يكلم مع اهلها واوليانا وتكون طبعا هي في خضرها وتحت سترها. يخطب فلان. وهو سيد اهل المشرق. يعني عبدالله البشر يشوف الامانة في الوسف. وهو سيد اهل المشرق. يعني بجمال التالي سيدنا عمر بن خطاب. لو كان عمر بن خطاب. مثل الناس اليوم. يعني اعرف قصة. اذكر هاي. ثم قولها غيبة لمجوع. مش تتصوروا انتم. لما واحد يبعث لواحد من اجلا يحل او يفتح او يزيل مشكلة زوجية. فيكتشف بعد المدة بان تلك المرأة تزوجت من هذا الرجل. يعني انا ابعت واحد مثلا من اجل ان يزيل فتيل مشكلة بين زوج وزوج. فيروح هذا الزوج من اجل اراد الرجل من اجل ان يحل المشكلة. فيعجب بهذه المرأة فيختبها لنفسه. ويسمع مسكن هذا صاحب المشكلة ليسمع بان زوجته والذي او الذي ارصله ليحل المشكلة قد تزوج من هذه الزوجة. ليشك ان هذه خيانة عظيمة. وتكون سبب لماذا? سبب ليه? للعداوة. لانه عظاوة عظيمة جدا. لكن الشريعة ماذا قال? عمر بن خطاب يذهب صاطبا لرجل اخر. وعمر بن خطاب يقول عن الذي بعثه بانه سيد اهل المشكلة. يعني هذا اللي لا شك انه تزكي. ثم قال وانا الله ابن الحكم يخطبها ايضا. في نفس المجلس. وهو سيد شبابي طريش. معنى العلمية ايضا هي شباب طريش. وعبد الله بن عمر ابنه عبد الله بن عمر. يخطبها ايضا. وهو ما قد علمته بتعرفوا من هو عبد الله بن عمر? الصحابي الشاب الناسك حافظ القرآن الفقير. ابن عمر امير المؤمنين. يعني كل اسباب فيه. وعمر بن الخطاب يخطبهم. واحدنا انتخدم هو بعد ماذا? بعد ما sword the men and AMY war severe it. وقام بالامان العلمية امان علمية وذكر كل الإسلام في مطامة قال وعمر بن الخطاب يخطبها. فكشفت المرأة ماذا? كشفت السطارة عن سترها وخرجت هي هذه المرأة. وهذه يعني من جمالية الإسلام. الإسلام لا يلغي ماذا? لا يلغي حق النطأ في الاختيار ولا يلغي حق الرجل في الاختيار. يعني هذا ديننا ربما اربعتاشر قرن قبل ذلك. وكان يُعقِي الحرية من اجل ان يقيم الاسرة على قواعد متينة واساس يعني متين باقي. فكشفت من ورأته عن سترها وقالت اجاد 다ised المؤمنين. تستفهم. هل أمير المؤمنين جاد ام يضحك ماذا نضحك على الحالة? أجاد يا امير المؤمنين? فقال عمر نعم. عمر ما يعرف الضحيتة. عمر慎 الغراسة اعله وجاء. فقال نعم. قالت قد زوجت يا امير المؤمنين. قد زوجت. ما قالت زرف? يعني قالت انا موافق. اذا كان امير المؤمنين جاد. قالت قد زوجت يا امير المؤمنين. زوجوه. خاطبت اولياءها. قال تزوجه. قال فزوجوه اياها فولدت له ولدين. وهذه الكثة يذكرها يعني ابن عادي قاله من المالكي يذكرها في كتابة التمهيد بالسند الانتصل الى امير المؤمن عمر الخطاب الضيابان. من هذه الكثة انه يمكن بعث الوكيل للخطبة وان الوكيل اذا تبدى له ان يخطب هو المرأة لا يجوز له ان يخطبها حتى يخطبها لمن? لما ارسله ثم يتقدم هو كبقية الناس. شيء ايضا من الاحكام ناخذه قبل ان ننهي هذا الدرس كراهة الخطبة المرأة المحرمة بحج أو عمرها. كراهة خطبة المرأة المحرمة بحج أو عمرها. يعني المرأة لما تكون محرمة بحج أو عمرها تكون امرأة في حالة احرام بحج أو بعمره. فإنه لا يجوز او يكره خطبتها. نعم. الزواج في فترة الاحرام بحجن او عمره حرام لا يجلس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح المحرم بل جاء في رواية لا ينكح المحرم. ولا ينكح ولا ينكح. وفي رواية هذه التي سأذكرها الان ولا يخطب. ولا يخطب. فحمل العلماء حمل نهي المحرم بحجن او او عمرها. عن الزواج على التحرير. فلا يكون زوجا ولا يكون زوجة ولا يكون وليا مثلا انا ا consultation بحجن او عمره على امرأة لا يجلس ولا يكون زوجا ولا زوجة فالاحرام مانع من هذه الاشياء الثلاثة ولا يكون ايضا خاطبا فقالوا نحرم بحج او عمر سواء كما رجل او امرأة. ما يجلس له ان يكون خاطبا ولا يجلس له ان يكون مخطوبا. لكن هنا في النهي حملوه على ما ده حملوه على الكراها لماذا على الكراها؟ قالوا لأنه وسيلة إلى شيء محرم قالوا المحرم هو الزواج في حالة الإحرام بحج أو عمره فحرموه لكن الخطبة لما كانت وسيلة إلى غاية أو إلى مخصد وهو الزواج جعلوا هذه الوسيلة مكرهة فكرهوا خطبة أو الخطبة في حالة الإحرام بحج أو بعمره والذليل طبعا هو ما بركته كذلك من المكرهات يكرهوا خطبة المرأة المعروفة عظم الله وإياكم بالفاحشة بارتكاب الفاحشة أو ما تسمى بمرأة زهن هذه يكرهوا خطبتها طبعا لأن الكفاءة الدينية مطلوبة في الزواج يطلب من الرجل أن يتزوج من تكون هي كفاء له في الدين فالمؤمن لا يتزوج الفاصقة والبر لا يتزوج الفاجرة والعكس والمسلم لا يتزوج الكافرة فلا بد أن تكون هناك كفاءة دينية كما سأذكره بعد قريب ولذلك المرأة التي تكون مشهورة بارتكاب الفاحشة حتى ولو لم تثبت عليها لأن ثموت الفاحشة بالنسبة للمرأة أو للرجل لا يكون إلا بشهادة أربعة شهود عدود أن يروا الفاحشة رخي العين بحيث يكون يقينا قد رأوا في حالة الفاحشة فهنا تثبت عليه ويطم عليه الحجم أما مجرد الإشاعات وكذا فإذا اشتهر هذا الإنسان بارتكاب الفاحشة فإنه يكره خطبة المرأة المشهورة بارتكاب الفاحشة كما يكره المرأة أن يزوج ابنته أو أخته أو وليته ممن اشتهر بارتكاب هذا الفاحشة لعدم التكافئ في الدين والأصل الذي أصل عليه هذه المسألة أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي هذا صحابي كان النبي صلى الله عليه يكلفه بأن يذهب إلى مكة ويأتي بالأسار الأسار الأسرى الذين تمسكوا من طريش طبعا عندما يحررون ورمو ما يكون فيه من هو شريح أو كذا فيذهب سيدنا مرثد ابن أبي مرثد الغنوي ويأتي بالأسرى من مكة إلى المدينة مرثد هذا عندما كان في الجاهنية قبل أن ينخل في الإسلام كانت له امرأة صديقة يقال لها عناق وكانت عناق هذه كانت امرأة فاسقة فاجرة فلما ذهب ليأتي بالأسرى والتقى بي هذه المرأة التي كان يعرفها في الجاهنية فعرضت عليه الزوج فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنكح عناق هلأتزوج هذه المرأة عناق المشهورة بالفساد وكذا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن عنده جواح لم يكن عنده عنده فنزل القرآن الكريم في مطلع سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا مرثد لا تتزوجها العلمون هنا قالوا هذه امرأة كافرة منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها ولكن هناك سببين لمنعها السبب الأول أنها كافرة أو السبب الثاني ماذا؟ أنها كانت زانية والعلة يخلف بعضها بعضا فإذا أزيلت علة الكفر بقيت علة الزنا مانعا من خطبة المرأة إذا اشتهرت بهذا الوصف ولذلك كرها العلماء خطبة المرأة الفاسدة ولكن إذا خطبها وتزوجها فالزواج ماذا؟ صحيح ولا باطل؟ صحيح نعم الزواج صحيح مع الكرار هذا مسألة حققها المسألة الثالثة التي سنتكلم عنها وهي آثار العدود عن يسرطة ماذا؟ ماذا؟ لا يعني إذا كان عربة للمرأة المحرمة بحجن أو عمرة فهو مكروهم فقط يعني كراها التنزيل ليس حراما نعم لأن المرأة المحرمة بحجن أو عمرة يكره خطبتها لكن في حالة الزواج لي يجوز زواج باطل لا يجوز نكاة المرأة وهي في حالة إحرام بحجن أو بعمرة ووقع الخلاف في حريق ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة جاءت الرواية لأنه وهو حلال وفي رواية أنه محرم فوقع الخلافة لكن علماء رجحوا أنه كان حلال يعني كان بل يكن محرما بحجن أو عمرة نعم أجينا الآن مسألة مهمة جدا وهي مسألة العدول عن الخطبة مسألة العدول عن الخطبة يعني العدول عن الخطبة إحنا عندما قررنا في بداية هذا الفرس قلنا أن الخطبة هلي عقد ليست عقدة الخطبة ليست عقدة ملزمة بحيث إذا تمت الخطبة يلزم كل طرف من المطرف أن يستمر في هذه الخطبة وهذا الاتفاق لا كلنا خطبة مجرد واحد من الزواج هي كلمة ولذلك فهي لا ترتقي لأن تكون عقدة لا ترتقي لأن تكون عقدة ملزمة بحيث عندما نقول أنها ليست عقدة يمكن لأي طرف أن ينسلخ منها بالإرادة المنفردة كل طرف الخاطب والمخطوب ويمكن لكل واحد منه أن ينسلخ من هذه الخطبة بإرادته المنفردة وليس واجبا عليه أن يقنع الطرف الآخر ليس واجبا عليه أن يقنع الطرف الآخر ليتم الفسق بالاتفاق لأن الخطبة ليست عقدة وإنما هي وعب وكلمة ورباط أدب فيمكن لأي واحد منهما أن ينسلخ من هذه الخطبة بل بالعكس هي جُعلت من أجل أن يتم التعارف والإتفاق فإن تبنى فنقدم على الزواج وإن بيتم التعارف والإتفاق أو أدرك كل منهما أو أحدهما أنه لا يصبح أن يتضبط بهذه المرأة جزده أن ينخلع من هذا الرباط لكن أحيانا هذه الخطبة تنفسخ ويترتب عليها آثارها يترتب عليها أضرار مثلا نفسية أضرار مثلا ندية أضرار مثلا أدبية الشريعة الإسلامية هنا تحدثت عن هذه المسألة وهي آثار العدود خاصة وأن في العرف والمجتمع أن الخطبة إذا خطب المرأة تجده ماذا؟ يقدم لها نداية وهذه نداية قد تكون أموالها وقد تكون مأكولات طعام وقد تكون حيوانات وقد تكون حلية الحلية والذاء والفضة والملابس بمعنى قد تكون هذه الأشياء ذات قيمة وقد تكون ذات ماذا؟ ذات قيمة عليمة جداً بحيث يتضرر الذي قدمها إن لم يتحقق له مراده وقد تكون ذات قيمة بسيطة جداً بحيث لا يتضرر لذلك الشريعة الإسلامية خرارة نظرت من هذه الأشياء وأنها قد تكون سبباً للتنازع عند فسخ الخطبة لذلك تكلمت الشريعة الإسلامية متى يطالب بالرد ومتى لا يطالب بالرد قديماً لما يتكلمون كانوا يتكلمون على أن الرجل هو الذي يهدي يعني أنتم من الآن لو تروحوا لكتب الفقهة انكلفكم وتروحوا لكتب الفقهة ونقولكم ابحثوا عن حكم إذا ما أهدت المرأة للخاطب المخطوبة مثلاً تهدي للخاطب مثل ما هو الآن في المجتمع صار عندنا الآن في المجتمع الأمور ليس فقط الخاطب هو الذي يهدي لأن المرأة تهدي وقد تهدي ملابس وتهدي أبما يعني ساعات آآ رباعي للثمن وقد تهدي مثل مهاتف الأقار يعني صارت أشياء مكلفة نعم إذا أهدت المرأة الآن وحدث الفسخ في الخطبة هل نطالب الرجل بأن يرد؟ قديماً الفقهاء ناقشوا المرأة هي التي ترد الآن هل يطالب صريحاً قال آآ على الإمام مالك اسمها ما هي شاهدة قال الإمام مالك قال يحدث للناس بين اللقضيات بقدر ما يحدث لهم بين الفجور هذه مسألة مطروحة قديمة لأن الأصل الأمن الذي يقدم هو الأبنى والأغنام هو الرجل فكأن الرجل هو اللي يهدي كنت بالفقه القديم الكل يقول لك ما حكم مطالبة الرجل للمرأة إذا فسخت الخطبة بأن ترد له هدايا ما افترضوا أصلاً أن المرأة تطالب الرجل بأن يرد لها هدايا له لأنه ما كانت موجود عندهم هذا الأمر لذلك عندها مقاعدة هم قام مالك قال يحدثوا للمناس من اللقضيات ما معنى اللقضيات اللقضيات يعني المنازع المنازعات بيقدروا ما يحدثوا او ما يحدث الناس من called الفجور ما معنى الفجور ما معنى الفجور الفجور والمخالفات يعني بعض الأشيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة والسابعين كانت موجودة. وبالتاني ما تكلموا عليها. لانه ما وصلوا الى ذلك الخلاف او او ايه 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 اشياء مخاربة الشرطة. لذلك من لم يحتاجوا الى اكبيات ومنازعات. لكن في حياتنا اليوم. الناس صاروا يخترون معاملات مالية. لم تكن موجودة من قبل. وحيانا يأتيك الى البيت واحد يسارك عن معاملة مالية. يقول لك مان هو الضارف. تشل انت المعاملة لهذه المالية. تريد ان تضعها في قالب القوالب القديمة لا تجد لها اصلا. لانها لم تكن ماذا؟ معروفة ولم تكن موجودة. بعض المنازعات التي تقع بين الزوج والزوجها الان لا تجدها. بين الخاطب والمخطوبة. بين العاقب والمرأة التي عقد عليه. لماذا؟ لانها كلها تعتبر ماذا؟ من الفجور والبعد عن الشرطة. كلما ابتعدنا عن الشرطة لانها ماذا؟ اقبيات ومنازعات. هناك انواع من الشركات الان. من المشاركات التي يقوموا بها الناس في الاموال لا تجدونها اصلا. هم يفعلون هذا الامر وليستشيرون اول امر. ثم عندما تقع يقع النزاع يأتي. قلت لنا المشكلة فلا تجد لها ماذا؟ حلا لانها من المجور الذي احدثه الناس في هذا الوقت. كذلك هالي لعندكم تحسنون منها ما يومديه مخطوبة بالخاطب الان هو من الوقائع ومن النوازل التي لا تجد لها كلاما في كتب الفقه القديمة. لكن الان سنتكلم عنها باذا الله. نعم لابد ان نتكلم عنها ولا جدها. طبعا حلا اما عند القانونيين او عند الفقه. حكم ما يهدى الى المرأة اذا فسخت خطبتها. اذا اهدى الخاطب شيئا. الى المرأة مدة الخطبة ثم فسخت الخطبة. هذه خطبة قلنا هي وسيلة الى الزواج. المراكم هو الزواج وليس الخطبة. معاننا في الواقع تتتحول الخطبة تصبح عند بعض الناس غاية. تضب المرأة مخطوبة الخاطب مدة سنوات. معاننا في مدابنا المالكي يستحبوا تقصير مدة الخطبة. اقل ما يمكن. ويستحبوا اخفاءها. الان صارت الخطبة تعلن. وصارت الخطبة تطول مدتها. حتى تصبح ربما بمدة بعض الزواجات. وهذا طبعا لا شك انهم خالقون للشرق. نعم? نعم? لا التهادي مشروع. التهادي مشروع. المرأة الرجل يهدي والمرأة التهادي. بل النبي صلم قال كلاما عاما تهادي وتحاب. حتى بغير خطبة وكذا يجوز الهداء. نعم هذا عادية. لكن هنه يتكلم عن اي الاثر? ما هو الاثر? عدة تنازع. كيف نحل المشكلة? صح? هذا مسلا نتكلم عنه الان. اذا اهد الخاطب شيئا الى المرأة مدة الخطبة ثم في السيخة الخطبة. هل يسترجع ما اهداه لها او لا يسترجع ما اهداه? نعم. نعم. اهو ما هي فلاصة كلام العلماء في هذه المسألة? نعم. نعم. ما هي فلاصة كلام العلماء في هذه المسألة? هناك من نظر الى ماذا? هناك رأي اسمع معا? هناك رأي نظر نظر الى الى سبب او لا لا نقول سبب. الى طرف ما? طرف الفسخ. ممن كان? ممن كان. نظر الى ماذا? من الذي هو اعلى من الفسخ? هل هو الرجل? او هو المرأة? فهناك من العلماء من نظر الى هذا? قال ننظر من هو الذي اه فسخ? هل هو الرجل او المرأة? فقالوا اذا كان الذي فسخ هو الرجل. الذي فسخ هو الرجل. كان الفسخ منه. وهو اهدى. وهو اهدى الى مرأة ماذا هدى. وعد الى اداء الطبع قد تكون اموابها. قد تكون حلية. والحل هو ما تبسوا مرأة من بها الملات. وقد يكون مكبولات. وقد يكون حلوانات الى غيرها. قد تكون هذا كل. فاذا كان فاذا كانت فسخ منه. بناء على هذا هل يسترد ما اعطاه المرأة? لا يسترد. اذا كان فسخ منه لا يسترد. ما يعطاه المرأة لماذا? حتى لا نشمع على المرأة ماذا? حتى لا نشمع على المرأة الامين. 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 الامات. الام العدول عنها. مش ملا عدول عنها يعني. طرفهم. وفسخ البتن. يعني احدة مصيب. ثم ازلوا اشي اخر ما هو? مطالبتها ببرت الاموال. بقصة قديمنا عطيها الاموال وتروحيكم صغاري الاموال وتصرخها. ثم بعد ذلك يبسخ كل هذه الاموال. سيكلفوا اربما بانتبيع اشياء تمتلكها من الاشياء ينتفي بهذه الاموال. فقال لا يشعرها الاموال. قال لكم. هيطلقوها وهذا ما هيطلبتها دي. اه برد. لكن اذا كان قصف من جهة المطرة. اذا كان هي التي فسخت. اللي تعلمها ماذا? تطالب المرأة اذا كان السبب في اذا كانت هي التي فسخت. تطالب برد في اموال الرجل. اموال الرجل. هذا. هناك رأي ضغير حكثة مقاصلية. قال المرأة ايه يقصد بها قديمة المرأة لا تكس. المرأة القديمة لا تعمل. فعندما نطالبها هدت في حالة الفصخية من جهة. نطالبها بالرد. الاموال نوعان. امواله. امواله تبقى طائما. تبقى طائما. وامواله مستهدئة. اموال تبقى طائما لا. السلالة قعدها الجاهرة على خاطر قادة تبقى 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 تبقى. لكن المشكلة في الاموال التي تبقى تبقى وهنا لا تكسب. من اين ستقسم هذه الاموال؟ سنلتعوها في مارك. في الحلقة. اول الله الله طيب. لذلك هناك رأي ضغير. عند الاحناف ماذا يقول? الاحناف نرده. اذا كان السبب من الرحلة. نقول لها حمال وقائل وترده. اما المجمال المستهدئة فقط ضاع على من ضاع على الرجل ولا مباني هو ريجاح لا استهدئات الاموالات مثلا تبزتها وبنية او طعام مثلا اكلته او شيء من هذا القبيل. فلا تردوا يلخافوا لي لا ماذا? الا تلقاك في الاموال ولا تردوا له المستهدئة. هذا كلام اهل العلمي في المسألة. المالكية طبعا اختاروا ماذا? اختاروا ان المرأة اذا كان الفصف منها ترد للرجل المال كله. ترد له المال الموجودة وترد له قيمة ما استهلكته. اذا استهلكت اشياء فتقوم هذه الاشياء وتردها للزوج حتى لا نجمع عليه ادمين ومصيبتين مصيبة فصف خطته ومصيبة امواله التي ذهبت عندهم. ها? نعم. جيد اذا مطلقش فهذا جميل منهم. اذا لم يتهم فهذا جميل منهم. ربي سبحانه تعالى لما اتكلم. ربي سبحانه تعالى لما اتكلم عن المهر. ولم يتم الزواج. وهو قدم مهر بسمى مهر في العقل. هو اعطاها مهر. قال فنسف ما فرضتم. اه وان قطعتمه من قبل ان تنسوهن. عقيتها مهر. وقبل ان يقع الدخول او اتمام الزواج وقع الطلاق. هنا يطالبه لماذا بنسب المهر? عطا عشرين ملوء ماذا في طريقه بعشرات ملايين. ماذا علقت اي القرآنين? قال فنسف ما فرضتم الا ان يعفونا او يعفو الغد بيدي رقدت النكاة. وان تعفو اقرب الغد. يعني ان مفوض الرجل لديها يعفو. ويتسامح في هذه الاشياء. خاصة ان المرأة معروف بانها لا تكسب في الغالب. وكان الان صارت تكسب. وصارت موظفة. وربما تكسب اكثر من الرجل. ينضغي مراعاتها. لكن قديما المرأة كانت لا تكسب. ولذلك في الخلع المرأة في الخلع عندما تختلع من زوجها. سنعود الى هذا. الشريعة الاسلامية غيقت على الرجل في مسألة المهر. فقالت لابد ان يكون المهر مالة حقيقيا مستفادا منهم. يمكن تسليمها في اي لحظة. اما بالنسبة لمرأة في الخلع المرأة مش ضرطت عليها هذا الامر. تساهلت معها لماذا لعلم الشريعة بان المرأة لا مال لها في الغالب. نعم. فتساهلت مع المرأة وشددت على الرجل كما سنراه شغلا لما مسل ايه. اذا هذا بالنسبة للعدود. فنقول العدود اذا كان من الرجل فالمرأة تطالب بان ترد الى الرجل ماله وهدايا. هذه الهدايا اذا كانت موجودة تردها بعينها واذا كانت مستهلتها تردها بقيمتها او بمثلها. نعم. الان قلت الفقناء لن يتكلموا عن هدية المرأة للرجل. من قاعدة الان برأيكم. هذه المرأة التي اهدف للرجل بعد الرجل هو الذي يفسخ. نفس القاعدة تقريبا. نقول ماذا? نعم نفس القاعدة تقريبا وهي ان المرأة اذا كان تهدف لهذا الرجل ثم هو الذي فسخ فينبغي له ماذا? ان يرشع اليها كل مالها الموجود والمستهلك. مثل ما ترجع له لو كانت هي التي فسخة العقل وهذه لم يتكلم عن الفقاة لانها قديما ما كانت موجودة ولكن الان عمت بها البلوة وصالح معروفة في البيت. اه مسألة اخرى. احيانا الخطبة يسحبها اعطار المهر. الخطبة يسحبها اعطار المهر. عندما يخطبها خسين يعطيها المهر. قال او مهر مثل او اربعين مليون او غير. في حالة الفسخ. في حالة الفسخ. تطالب المرأة بان تربى المهر. المهرة مليون. لو اعطاها مثل عند الخطبة اعطاها قال مهر. هذا المهر من الآن. ثم فسخة الخطبة. الخطبة المفروض يوسيلا يستواجه. اذا وجد البيتب. فليس لها سبب في ان تأخذ ماذا? ان تأخذ المهر. ان تربه كاملا بالأمان الى الزلج. سواء كان الفسخ منها او منه او منهم. يعني مثلا في مهر تربه كاملا. سواء المهر سببه هو ماذا? الزواج او الخطبة? الزواج والزواج لم يتم فترجعه لانه لا سبب لا تتملك هذا المهر. الان اذا تم العقد وسمع لها المهر ثم طلقت هذه المرأة فيسترد الرجل ماذا? نصف المهر فقط ولا يسترده كاملا. هذا بالنسبة لمسألة العدول عن الخطبة. لكن يعجبني في هذه المسألة وربما ادعوكم الى قراءة اه ما كتبه الدكتور محدة. لانه الشيخ محدة كان محامي اذا رحمة الله عليه. فكلم ان يكتب تاني كان يستحضر الواقع. لان هذه المشاكل بتاع الزواج والخطبة والطلق هي مشاكل واقعية. فهو يستحضر الواقع. فيقول الفحناك كذاب عندما يكونون اذا كان العدول من الرجل فالمرأة ترجع. فالمرأة لا ترجع. واذا كان العدول من المرأة فالرجل يسترب امواله. قال المشكلة ماذا? في الواقع الان. في الواقع صعب جدا ان تحدد من الذي قام الفسف. لانه الان المفروض هو حتى يكون الكلام دقيقا. قال المفروض الزواجة تنسألة لسمى الفسف. وليس فيه من فسف. لان المرأة مثلا عندما يعاملها هذا الزوج هذا الخافض معاملة سيئة. او يظهر بان هذا الزوج قد غشها او هذا الرجل قد غشها او كدبها عليها. طبعا هي ستكون متضى لما? للفسق. فانها فسخت هنا فالسبق ليس منها. انما هناك سبق اخر لا بد من اعتبار. كذلك بالنسبة للمرأة. عندما تضطر الرجل الى ان يفسق. فقال المفروض من لا ننطر الى الذي قال عنه الفسف. فالننطر الى السبق الحقيقي. الفسق وبناءا عليه نحكم من الذي يطالب بالرد ومن الذي لا يطالب بالرد. هذا كلام دقيق يضل على انه اطلع على مشاكل المجتمع وعالم. يعني احيانا في محكمة مثلا عند الطلاق. تأتي المرأة لتطلب الخلع. فالقاضي يقول انت طلبت الخلع تدفعين الفدية للزوج. لكن الاسباب الحقيقية لطلب الخلع قد يكون السبب من من? من الزوج. هو الذي يضطر المرأة بالمعاملة حتى تقول اخترع منا وادفع المال الذي املكه ولو استلف الممؤمن لا لا اريد ان يعيش معه. فالسبب هنا من الزوج. حتى وان كانت هي التي طلبت الخلع. والعكس قد يزوء الزوج يذهب ويضع ملف الطلاق. فعند القاضي يعتبر الطلاق طلاقا تاع السفية. ولذلك تسعين بالمئة من الطلاقات لكيفها القاضي على انها طلق على السفية. فيه ظلم المرأة. لكن لو ننظر الى الاسباب الحقيقية نجد ان المرأة هي التي دفعت الزوج الى ماذا? الى اه اذاع ملف الطلاق. فلا بد من النظر الى الاسباب. حتى نعرف من هو اه صاحب السبب الحقيقي في اه الفصح الخطبة ونحمله بعد ذلك غرامة ما فاء. بطي لنا الاحكام الكفاءة. نسؤول يعني ان شاء الله هي الجزئية لنختم بها درس الخطبة ونبدأ في الزواج بداية المحصة القادمة. الكفاءة في الزواج والصفات المطلوبة في اه الكفاءة. وهذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهر. هل الكفاءة معتبرة? او غير معتبرة? ان نعتبر الكفاءة والمماثلة بين الرجل والمرأة التي ويدا يتزوجها? او لا نعتبر هذه الكفاءة ويجوث اي رجل من اي وضع الاجتماعي يتزوج مرأة من اي وضع الاجتماعي? وما هو التوصيف الشرعي والقانوني لمثالة الكفاءة? وما هي الصفات المعتبرة بالكفاءة وغير المعتبرة? ناخد ولو جزئية معينة او ولو باختصار هذا الموضوع لانه مهم جدا. لانه في خلاف كبير جدا بين الجمهور وبين المالكية. الجمهور وزعوا صفات الكفاءة بين الرجل والمرأة. المالكية ضيقوها. لعيد ان المالكية لم يعتبروا في الكفاءة الا شيئين. الا شيئين. سنراهم بعد قريب. اللي هم ماذا? مسألة الدين ومسألة اه السلام من الامراض التي تجيب الخياح. عندك الدين اشترط فيه المالكية الكفاءة. فلا يتزوج المؤمن الفاسقة والعكس. ولا يتزوج المسلم الكافرة. واشترطوا كذلك مسألة الخلوق من الامراض. هذه الامراض التي سنتكلم عنها. اما بقية الاوصاف فلم يعتبروه. ام مثلا ان الشريف التزوج شريفة هذه ما اعتبرها المالكي. العالم يتزوج عالمة هذه ما اعتبرها المالكي. لكنهم اعتبروا شيئين. اعتبروا الدين واعتبروا ماذا? السلام من الامراض التي تجيب الخيار في الزوجية. وهذا ما سنراه. الكفاءة معناها. لما نقول الكفاءة معناها المماثلة والمشابهة في الصفات. وفي الشرع قالوا ان الكفاءة هي مماثلة الخاطب للمخطوبة او للمرأة المخطوبة في التدين والسلامة من العيوب والامراض البدنية التي تجيب الخيار. هذا تعريف المالكي. قالوا معنى الكفاءة هي مماثلة الخاطب للمرأة المخطوبة في التدين وفي ماذا؟ والسلام من العيوب والأمراض البدنية التي تجب الخيار يعني لازم حتى يستمر الزواج حتى يعني هذا الزواج يصبح لازما لا بد أن يكون الرجل والمرأة متكافئين من حيث التدين ولما يقول التدين لا نقصد أنه ميكونوا في مستوى التدين يعني 15-20-15-20 لا مش هذا المقصود المقصود أن المتدين يتزوج المتدينة المؤمن يتزوج المؤمنة لا تكون المقافئة لتزوج مؤمن من امرأة ثاجرة مثل ما رأينا في قصة مرثد ابنه بمرثد غنوي فلا بد أن يكون يتزوج امرأة المؤمنة متدينة لا ينفع أن يتزوج رجل امرأة لا تصلي مثلا أو يتزوج امرأة مؤمنة من رجل سكير أو فاسق أو من رجل إلى غير ذلك من الاختلالات التي سنأتي عليه فعرفوا الكفاءة وحصروها في شيئين التدين والسلام من الأمراض بقية الأوصاف لم يعتبروها وسنأتي عليها بعد قليل ما الدليل على مراعاة الكفاءة؟ عند عدة أدلة من بينها دليل ذكرته في بداية الحصة وهو لما قال النبي صلى الله عليه أن يختار مرأة لأربع وذكر ماذا؟ زوج ابنتك من تقين فإنه وإن أحبها أكرمها وإن كاريها لم يظلمها هذا نقولة عمر رضي الله عنه دليل من القرآن الكريم شاء في سورة النور وهو يتكلم عن قصة عائشة رضي الله عنه قال الله عز وجل ويتكلم عن هذه القصة والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات نعم قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فقرر قاعدة هي الكفاءة من حيث التدين فالطيب لا يتزوج إلا طيبة وكذلك الخبيث لا يتزوج إلا خبيثة وإن كان هذا فيه إشارة إلى قاعدة نفسية أن الجلس يميل إلى جنسه الطيب لا يميل إلا إلى الطيب والخبيث لا يميل إلا إلى الخبيثة ولذلك استدل به على قاعدة وهي مرأة عائشة رضي الله عنه لأنه ما دامت هذه القاعدة موجودة وأن الطيب لا يميل إلا إلى طيبة والخبيث لا يميل إلا إلى خبيثة أنتم تتهمون عائشة بالخبر أنتم يا معشر المنافقين تتهمون عائشة الخبر وعائشة قد مالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صيب قطعا فهذا دليل على أنها ماذا؟ على أنها طيبية وجاء القرآن الكريم مبراءً إلى السماء فقال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فهذه مسألة الكفاءة الكفاءة نفضوها أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت تلك الفتاة وقالت إن أبي أراد أن يزوجني من ابن أخيه يرفع بي خاسيسته فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليك هذا الدل على ماذا؟ على مسألة الكفاءة وغير ذلك ما ينأدل ما هي الصفات التي تطلب في الكفاءة والتي تعتبرها المالكية في الكفاءة؟ الصفة الأولى هي الكفاءة في الدين الكفاءة في الدين بمعنى المقصود به الإسلام على السلام من أسباب الفسر أن يكون مسلما والسلام من أسباب الفسر بأن لا يكون مرتكب لكبير من الكبائر والمجاهر بها يعني هذا ليشرب الخمر ويجاهد أو يتعاطى المخبرات ويجاهد أو مثلا يأكل الربا ويجاهد به أو يأتي الفاحشة ويجاهد به هذا ليس كفاء للمرأة المتدينة ليس كفاء للمرأة المتدينة بحيث لو اكتشفت أن هذا الزوج على هذه المواسفات يجوز لها أن تطلب ماذا؟ فسخ العقد بل يجوز لها أن تذهب إلى القاضي وتخبره بهذا الأمر وتنقل إليه تضررها فيفسخ القاضي هذا العقد بل يجب عليه أن يفسخ هذا العقد حماية لهذه المرأة نعم والدليل على ذلك في اعتبار الدين قوضى عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا لا يستوين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوين ثانيا ثانيا من الأوصاف التي اعتبرها المالكية في مسألة الكفاءة السلامة من ماذا؟ السلامة من العيوب السلامة من العيوب هناك هاتف السلامة من العيوب طبعا هذه العيوب سنعود إليها في درس الزواج هناك عيوب تجيب الخيار يعني أن الزوج إذا عقد على امرأة واكتشف أن بها عيوبا أو هي اكتشفت أن بهذا الزوج عيوبا لم تكن ظاهرة عند العقد أو قبلها لأنها إذا كانت ظاهرة عند العقد وابطلع عليها وقبل بالعقد معنى ذلك أنه رضي بهذه العيوب وضيع بذلك حقه أما إذا كان لم يظهر له العيوب إلا بعد العقد سواء كانت هذه العيوب تتعلق بالرجل أو تتعلق بالزوج أو كانت عيوبا مشتركة بين الرجل والمرأة ثم ظهرت بعد العقد فإن المتضرر يمكنه أن يفسخ العقد لأن هذا الشرط شرط الكفاءة هو شرط في لزوم الزواج وبقائه الزواج صحيح بدليل أنه لو كان هو اطلع على عيب فيها فقال رضيتها على هذا العيب يستمر الزواج ولو هي اطلعت على عيب فيه فقالت رضيته على هذا العيب يستمر الزواج إذن هو شرط للزوم شرط حتى يلزم الطرفين لكنه ليس شرط للصحة فالزواج صريع على كل حال والفقهة طبعا عن طريق الاستقراء استقرأوا ماهل هذه العيوب فقسموها إلى عيوب تتعلق بالرجل وعيوب تتعلق بالمرأة وعيوب المشتركة بينهم مجموعها عند المالكية ثلاثة عشر عيبا أربعة عند الرجل يختصوا بها وأربعة عند الرجل وأربعة عند الرجل وأربعة مشتركة وخمسة عند المرأة هذه العيوب حتى ندخل في التفاصيل هي عيوب ترجع إلى نجد فيها أنها عيوب تمنع مقصد الزواج الذي هو تحسين الرجل والمرأة بأن يكون عيف الرجل أو عيف المرأة يمنعه من تحقيق التحسين الذي هو مقصد من مقاصد تشريع الزواج أو عيب يمنع إنجاب الأبصال الذي هو مقصد من أهم مقاصد الزواج أو عيب يؤدي إلى الضرر بأحد الزوجين كأن يموث مثلاً ذكروا عيب عيوب وهو يعني الجذام الجذام هو مرض جلدي معدي هذا الجذام مثلاً نصنفه في الأشياء التي تضر أحد الطرفين يكتشف الزوج بعد العقد أن زوجته فيها جذام وهذا الجذام مرض جلدي معدي أو تكتشف هي بأن فيه ماذا؟ جذام فواحد منهم سيتضغر فهي تروح للقاضي يقول هذا اكتشفت فيه هذا المرض فطلقني منه فيفسخ القاضي الزواج أو أن يطلق الزوج يقول الزوج اكتشفت فيه هذا المرض فأريد تطليقها فيطلقها دون أن يغرم ودون أن يكلف بدفع نظير الطلاق بل يسترد مهره إذا طلقها لأجل هذا السبب يسترد مهره كاملاً من وليها تأخذ هي الولي تأخذ هي عفواً المهر لما أن الزواج قد تم فالمهر صار من حقها لكن المهر يأخذه هو من 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 الولي لأن الولي هنا مشارك في التغرير به حيث زوجه امرأة فيها هذا العيب الذي هو اطلع عليه لا شك ولكن غش هذا الرجل بها ولذلك كمان هذه العيوب تمنع من لزوم الزواج لكن إذا رضي بها الزوج أو الزوجة خلاص يعني آآ يعني انتهى الأمر فهناك أربعة عيوب مشتركة وهذه العيوب إما فيها ضرر مثلاً الجنون يكتشف بعد العقد بأن زوجته مجنونة أو تكتشف هي بأن زوجها مجنونة لا شك أن هذا في خطورة حتى ولو كان الجنون يعني في بعض الأحيان يعني أحياناً عاقلة وأحياناً مجنونة واتم تقرؤون الآن في الصحافة هذه الأيام حوادث المجاني هذه قتلت أولادها وهذه قتلت زوجها وهذه كذا يعني يصبح الرجل يعني يخاف على نفسه لا شك أن هذا عيب يمنعه من هذا الزواج ويجوز له أن يسترد مهره ويطلق هذه المرأة وغير ذلك من العيوب المشتركة نعم من العيوب المشتركة كذلك البرس البرس وهذا الذي يصيبه جنب الإنسان ويعني هناك عيوب أخرى تجدون إن شاء الله تفاصيلها من كتب الفقر هناك عيوب في الرجل وهذه العيوب عادة إما تمنع تحسين المرأة أو تمنع الإنجاب أو تمنع مقصد من مقاصد الزواج كذلك يجوز للمرأة بعد العفد أن تطلب الفسخ ولا تتحمل أي شيء وخمسة أيضاً في المرأة تمنع التحسين بالنسبة للرجل وتمنع الإنجاب وتمنع يعني مقاصد الزواج سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه قال سيدنا عمر بن خطاب عند اجتهادات جميلة جداً عند اجتهادات كان يجتهد برأيه وبالقياس ويدرك مقاصد الشريعة الإسلامية فكانت عنده فتاوى عظيمة جداً حتى قال النبي صلم لقد كان في من قبلكم محدثون وإن يكون واحد في عمتي فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان في كثير من المسائل يقول رأيه فيأتي القرآن موافقاً لرأي عمر بن خطاب رضي الله عنه مثل ما ذكرت لكم وكان من تأدبه مع القرآن أن يقول وافقت ربي في ثلاث مساء مع أنه هو الذي تكلم أولاً وهذه معروفة عن عمر قال عمر أيما رجل أيما تفيد العموم أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام وجد المرأة بعد أن تزوجها مجنونة أو وجدها جذنام يعني فيها مرض الجذام هذا الذي يكون في الجل أو برس نعم فمسها أي تم الدخول والبناء فلها صداقها كاملاً هي تأخذ الصداق بمجرد الدخول يصبح حقاً لها كاملاً فتأخذ صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرم على وليها أي أن هذا المهر الذي يعطاه لها تأخذه المرأة لكن هو يأخذ من الولي ماذا يأخذ منه المهرة كاملاً ويسترده لفوات الزواج ملاحظة أيضاً وجد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة يقال أنه تزوج امرأة من دوس من قبيلة أبي هريرة قال فلما تجبردت المرأة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم رأى بها برساً في كاشحية يعني رأى في بدنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعةً من البرس فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك فهذا الحديث يذكره البي هابي وغيره وفي دليل على اعتبار العيوب الخفية عند العقد وأن النبي صلى يعني أبعد هذه المرأة بعد الدخول عندما اكتشف بها عيباً خفية ما هي الآن الأمور التي لا تعود يعتدوا بها بكفاءة عند الإمام مالك والله يعني زميلكم يتسائل عن المهر فقط أو الوليمة يعني هذا الرجل يعني مسكين أنفط أموال عن الوليمة وأنفط يعني أموال كذا وكذا ومن بعد يتشف أن هذه المرأة مثلاً هذه المرأة مجنونة أو أن هذه المرأة مثلاً تسرع أو أن هذه المرأة بها أمراض خفية لغير ذلك هل هم يستردوا فقط مهره من الولي أو يسترد حتى وليمة لا شك لا شك هنا أن الضمان موجود لعدالة الشريعة الإسلامية تقتضي ماذا؟ أن يسترد حتى الوليمة لكن بشرط بشرط أن تكون الوليمة في حدود معروف يعني نعطيكم مثال يجي واحد مثلاً غني لاحظوا معي اسمها ما يجيب لأن السؤال مهم جداً وهذا يعتبر من النوازل والواقعات هذا السؤال ليسأل زميقكم يعني لما نتكلمون عن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم قدنا نتكلمون عن الولايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج في سípرة كان في سفرة من الأسفار النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بالم Sym Breton يعني كانت القهور ماذا؟ بسيطة ما كانوا personnage互 يورموا ولاتهم من أجل الفصر والخيادات على المناز ما كانت ولاية في نبيعة المقويس ما كانت ولاية في نبيعة الملايين كانت ولاية بسيطة جميعين تبعنا من الزواجات؟ يقول سيدنا عنا سبحاني بخادة بالنريس والصلاة يقول ما رأيت رسول الله أولى على المرأة من نسائه لسلم أولى معك زينة بنتج عش زينة بنتج عش الفسادية اللي كانت صراحة جميلة وكانت تسامي عمشة الجماعة التي كانت تنافسهم المؤمنين عن الشرطي الله وكانت دائما تعلمينا ويبعاني شريحة وشحناه الله يدريك لماذا لأنها مفترة الجماعة؟ يقول ما رأيت رسول الله أولى على المرأة مثلما أولى معها زينة بنتج عش همثا لما نسمع الكناعة والأولى معي مئة ملايين أولى عليها بشات يعني وليمة كاملة شات تعلمه يعني شات الاملة يتكلم عنها في المجتمع صح؟ في الوليدة يتكلم عن مئات الشياء ولا في الدجاج وعشبات القطر من البطر يعني احنا ما نتكلم عنها عندما تكون الوليدة بهذا الشيء عندما تكون الوليدة لا شيء هنا أنه سيرجعها يعني الوليدة هنا لا يمكن أن ننظر فيها إلى العرف إذا كان هذا الرجل أنفق في الوليدة إنفاقا يتناسب مع العرف معقول لا شك منحنا سنطالب ولي المرأة بإرجاعه لكن عندما يأتي واحد غني مثلا غني عنده المال فينفق في الوليدة ليس لليوم ويتزوج مثلا امرأة والدها يتقاضى مثلا الفين دينار مثلا في الشهر وبعد ذلك يكتشف أن بها عين هل يستطيع أن يطالب ولي هذه المرأة الفقيرة أو في ذات الوبع الاجتماعي البسيط أن يطالبها بإرجاع مئة مليون يقول لأنا ما ألزمتك بأن تولي مئة مليون في الزواج أنت وحدك الذي أولمت فإذا الأولى عندما يقدر القاضي سيقدر له وليمة التناسب مع عمادك مع العرف الاجتماعي فالمعروف وعرفت كالمشروطي شرطا يقول الفقه يعني أنت تولي مئةين مليون وبعد الطالب ولي أنا بيعني أن أرد لك لا لا أرد لك أرد لك ما تعرف عليه الناس يعني في حدود الإمكان فالوليمة يمكنها ليطالب بيردها لأن عن ثلن الزواج لكن بشرط أن تكون في حدود ماذا المعروف يعني في بعض الحالات كان النبي يتزوج يقول للناس هاتوا التمر يأتون بالتمر ويأتوا بالثمر ويضع وليمة لمجموعة من الناس يأكلون ويتم للزواج ويكون الزواج مباركا وينجب الأولاد الصالحين وغير ذلك أما الآن عندما تغالى الناس المهور والولاي ذهبت بركة الزواج أقلهن مأولة أكثر وهن بركة كما قالني بيوصف ما هي صفات التي لا يعتد بها بكذا حتى أمي هذا الدرس هناك صفات اعتد بها غيرنا من المذاهب الحنف الله والشافعية وكذا وكذا ولعله الآن الدراسات الموضوعية والعلم النفس والاجتماع الله يؤيد هذا لكن عند المالكية ما اعترفوا إلا بصفتين في الكفاءة وهي صفة الدين وصفة الخلوم من الأمرار من الأشياء التي لا يعتدوا بهذه الكفاءة النسب عند الخنفية والشافعية والإتلاع لا يتزوج النسيب إلا مرأة نسيبة والمرأة النسيبة لا يكافرها إلا رجل نسيب كلها نجيب واحدة من علية المجتمع ونزوجها الواحد مثلا وضيع في المجتمع فالزواج سيكون زواجا فاشي وطبعا هذا المالكية رفضوه لأن الشريعة الإسلامية لا تعتبر للنسبة قال ضعي الزوجات من أترمكم عند الله أتقاب وقال في صورة التوبة والمؤدرين والولمينات بعضهم أوليائهم يعني عن الناس متكافئة في هذه المساعدة كذلك لا يعتدوا بالمهنة والحرفة الحرفية والشافعية يعتبروها يعني مثلا العالم لا يتزوج مثلا ابنة الكناف أو ابنة النجار أو ابنة الحداد لماذا للفرق في الحرفة بينها وبين هذا الزوج فقالوا لابد أن تقع تكون الحرفة ماذا متكافئة صح؟ قالوا مثلا العالم عادة يكون عندما كان كبير جدا الطبيب الآن وتجيب مثلا واحد مثلا مهنتها أو يرفتها أو حرفته وعندها حرفة بسيطة قالوا هذا فرق الاجتماعي سيكون سببا في عدد ماذا نجائي الزوج الشريعة الإسلامية ما انتبرته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يد المختلف يد من؟ المحترف الذي يعمل المهنة قبل يده وقال هذا اليد من يحبها؟ الله الرسول وقال هذا يكون لا تمثل منها فهذا دليل على إلغاء الفروق في الحرف وهذا يتنسب مع طبيعة المجتمع الآن أن هذه الحرف عبارة عن سلسلة متناثقة يتكامل بعضها معها لا تستغني على أدنى حرفتي في المجتمع كذلك لا يعتدوا بالحرية في التفاق حرية في التفاق عند ابن القاسم من المالكية لا يعتدوا بها أي أن المرطة أن المرطة المملوكة تكون كفاءة للرجل الحر والعكس أن المرطة الحرة المملوكة يكون كفاءا لها هذا الكلام قال ابن القاسم من المالكية ما رأيكم؟ هذا الكلام ما منطحي ابن القاسم هو تلميل إمام مالك وكان له من الذكاء والإحابة بالعلم ما جعل الناس ينومونه في عزله على عدم انتخاب من مذهبا خاصا به فقال وهو زميل الشافع فقال يمنعني الحياة من المالك أنا أبتغل مذهب كان في مكانة الشافع الشافعي درمذهب وهو لم يبتغل نفسه مذهب وقال الحياة من المالك يمنعه هذا ابن القاسم ماذا يقول يقول إن الناس يتكافرون المسلمون يتكافرون فالحرة كفاءة للعبد والعكس وقال هذه كده الجمهور نفوه جنة وتفصيلا قالوا لا يكون الحر كفاءة من المملوكة ولا مملوكة كفاءة لمن؟ للحر لأن هناك فرق بينهم هذا منكوب في حرية المملوك وهذا حرق طليل فلا هناك فرق واستدلوا على ذلك في قصة وقعت في زمان النبي صلى قصة بريرة مع مغيف قصة نشورة جبلا كانت عائشة المؤمنين قرفا فيها كان مغيف هذا الزوج لبريرة كان زوجا لها وكان بريرة ومغيف لتاهما كان عبدا عند أنصار هو عبد وهي مملوكة ومتزوجين عند سيدها وعند الأولاد وطبعا شف هذه المرأة يعني ما شاء الله عليها تطلعت للحرية رغم أنها مرأة ضعيفة لكنها تطلعت الحرية وأرادت أن تغير حياتها يعني ليس قدرا عليها أن أعيش مملوكة طول عمره فماذا فعلت؟ ذهبت إلى أهلها قومها الذين يملكونها وقالت لهم ما رأيكم لو كاتبتمون شمال كاتبتمون؟ نعطيكم أطلبوا مني مبلغ من المال وأعطيكم هذا المال بالتقسيد يعني كل مرة أعطيكم الشيء مثلنا فعل سيدنا سماع وفارسي مع ذلك اليهودي قال لني كتبه على ألف نخلة فكان النبي يزرع معها النفر حتى يكمل ألف نخلة فأعطاه حرية وقال أنه يصلم سماع منا أهل البلد هذه المرة بريرة خلتت اسمها طبعا بهذه القصة بريرة قالت لمن يملكونها وكاتبكم على مبلغ من المال فقر بنعال قال تعطينا هذا المبلغ من المال على أقصار قالت جيدة ذهبت إلى عاليشة قالت يا أمو المبني إنني أريد أن أصبح حرّة فما رأيك لو دفعتي أنت هذا المال وأصير وتصيرين مولاة لي عندما أتحررت تصيرين مولاة لي فإذا ندت وتريكينني هذا ما معنى أن الوليد يعني إذا مات المعتق يريثه معتقه لأن له يد الحرية عليه فذهبت إلى عائشة وعائشة طبعا قالت أعتقك بشرط أن يكون ولأك لي فأعتقتها فصارت حرّة طبعا حرّة وهي متزوجة من من؟ مغيث الذي رضي بماذا بالعبودية وطبعا عندما أولئت من بعضهم من بعض فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغيث يقول له ابقي زوجتي متعادل بها والنبي صلى الله عليه وسلم تذهب بما يبادل فالتقول له يا رسول الله أنا الآن سبت حرّة وهذا مغيث زوجي عدد فما العمل الآن؟ فلاقول له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليك إذا شئت بقيت زوجة له وأنت حرّة وإذا شئت ماذا؟ وإذا شئت طلّت ماذا؟ أي تصبعي الحرّة فتقول لها يعني بريرة تقول بأنها لا تريد أن تبقى معه مغيث حتى أن مغيث كان يدف خلفها في الشارع وهو يبكي ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب شفاعة النبي صلى الله فيقول النبي يا بريرة ارجع له فتقول آه هو أمم يا رسول الله هل تأمرني بهذا؟ نشوف مجتمع النبي صلى الله ورغم أنها ملوكة ورغم أن المسألة تعلّق بالحرّية يبس حالية تريد أن تتجاوز أمر الله وأمر رسوله أهو أمر يا رسول الله؟ أهو شفاع أنا فقط أشفع له فتقول إذا لا يا رسول الله فيظل يبكي خلفها يعني مغيث حتى نظر النبي صلى الله عليه وسلم إبيهما وكان بجانبه عمر فقال يا عمر ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث قال أتعجب من هذا الأمر فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من القلوب هل هي متعلق بها؟ أو هو متعلق بها إلى هذه الدرجة؟ وهي ترفضه إلى هذه الدرجة؟ فاختارت الحرية؟ فشاهدوا هنا في القصة أنه لو كان الممنوق كفاءً من الحرّة لما خيّر النبي صلى الله عليه وسلم بغض بريرة في أن تبقى هنا؟ تبقى لأنه لا يجد للمرأة أن تطلق نفسها من زوجها لكن لما كان اعتبار الكفاءة وأن الحرّة أو أن الممنوق ليس بالكفاء من الحرّة فأتخلّعها النبي واختارت حريتها واختارت أن لا تظل معه مغيث برغم تعلقه بها هذا بالنسبة للحرّية قال ابن القاسم بأنها مطلوبة في الكفاءة ولكن الجمور على عدم على اعتبار الحرّية وأنها من الكفاءة من الأشياء التي لا يعتد بها في الكفاءة السنة عندنا في المذهب المالكي بل عند تقريباً جمهور العلماء مسألة فارق السنة هل يعتبر في الكفاءة المعنى أن الزوج والزوجة أو الخارج والمخطوبة لا بد أن يكون في أسناعه تطاربة؟ قالوا هذا لم يعتبره أهزل من الفقهار بدليل زواج النبي صفار عليه وسلم من خديجة وهذا تفوقه بنثل عمره تقريباً هو في الخمسة والعشرين سنة وهي في نعم في الأربعين سنة أو أكثر من ذات بل هو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي من السبع سنين وهو أكثر من خمسين سنة ودخل بها وهي من التسع سنين وهو قد تجاوز خمسين سنة فقالوا لا اعتبارها بمسألة فارد السن في الكفاءة لكن وهذا كلام يعجبه من غريانه كان هذا كلام جديد جداً أحياناً غريان عند نفسه تعال حاسة الفقهية قال جيد نحن نلغي مسألة اعتبار السن مع أن الاجتماعيين الآن وعلماء النفس وكذا كان هناك فرق بل قالوا في دراسة العلم النفس الاجتماعي والسلوك الاجتماعي قالوا إن من أسباب الإجرام عند الأطفال أن يكون فارق السن كبيراً بين الرجل والماء جيد خذ هذا الكلام لهم أما في الشريعة الإسلامية فرع اعتبارها له لكن الغرياني ماذا يقول هذا الأمر إذا كان بالاتفاق بها ونعملت لكن إذا ثبت شيء من التغريب أسمع معي جيداً أمينا إذا كان إذا ثبت شيء من التغريب بمعنى الخداع في مسألة العمر فتعتبره لكفاءة كيف ذلك؟ قال كما أننا في العيوب البدنية والجسمية إذا ثبت هناك تغريب واكتشف المرض بعد العقد يعبي الحق المتضرر بماذا؟ بأن يفسخ صح؟ كذلك العمر مثلاً الرجل تقدم المرأة كان عمره قال عمره على ثلاثين قال عمره ثلاثين يكلف ثم بعد العقد اكتشفت المرأة بأنه قد غشها وأنه يفوقها مثلاً مرتين عمره خمسين سنة ويعمرها مثلاً عشرين سنة هل يجود هنا لمرأة تتضرط لنقاضي؟ نعم رغم أننا لا نعتبر الكفاءة في العمر لكن هنا ثبت ناذا؟ ثبت تغريب وثبت خداعه العكس لو أن الرجل اكتشف أن المرأة كذبت عجباً في سنها وأنه تزوج الرأة الكبيرة وخد عجب فله أيضاً هنا أن يطلقها ويسترد ماذا؟ ويسترد ماذا؟ كاملاً هذا ولا بد أن نؤكد على أن الكفاءة شرط في لذوم العقدي وليس الشرط في صحته فالعقدي صحيح وفي كل الأحوال فإذا رضي الطرفان بأن يبقي على عراضهم البعض ثبت هذا الزواج ولا حرج فيه ولذلك طلقها في الطهار لأن الكفاهة تشكل للجوم وليس الشرطة في أصل بقي لنا التوصيف القانوني بنسبة الغنبر إن شاء الله في عشر دقائق أحسة القادمة نتكلم عن خطة من ناحية القانونية ونشرح القانون الجزائي وأدركه إلى أرسل